استمعنا إلى عابرة من الإسلام إلى المسيحية ومبشرة بالمسيحية حضرتك مسيحي كان اسمك جورج ملكي كنت فنان يعني بعالم الفن كنت عم تطلع مصاري وكنت عم تحقق شهرة وكنت بفترة تشتغل مع جمال مروان يعني اسم كتير كبير وأتبعوا بأنتلياس بالشابي وكان جاي بكونترات 8 سنين كان عندك كونترات بمبلغ كبير مع ملودي يعني عم نحكي مع أهم مشركة فنينة أنا بكتب وبلحل كمان كنت وهلأ عملت أنشيد كمان إسلامية نعم اليوم حضرتك مسلم نعم وشيخ شيخ معمم نعم أول مرة بشوف شيخ لابس هالأد مودرن يعني طبعا مع احترامنا لحضرتك ولكل المشايخ ما هيضا الحلو بالإسلام إنه بتقدري أنك تعيش حياتك بنفس الوقت كوني قريبة من الله سبحانه وتعالى يعني شو اللي جايبك على الدين الإسلامي شو اللي هيك دعاك لتجذبك لدين صراحة أنا ما كان همي الدين ولا همي أنا همي الشهرة كان من ناحية الفن لأنه كان الفن بيجري بدمي كنت حابب أني أعمل شي بقلب الفن من أنا وصغير مطرب يعني نعم مطرب وكنت مرتل أو مرنم بالكورال بالكنيسة في فترة عملت كورال بالكنيسة نعم فشبر في إيه بالفن معي كمان أسلم فعمل لي مثل شوك يعني على إسلامه إنه فحاولت إنه أنا رده عن هايدي اللي هو عمله صار فيه تحدي بيني وبينه بهيدا الموضوع وأنا عندي شي إنه بس أي شي بدي يفوت فيه لازم يفوت فيه للإكسترين فللأخير للنهاية ففتت أنا وياه بتحدي وشوي شوي يعني أنا ظلت ثلاث سنين أبحث عن الحق وكان بي وين كانت عم تبحث عن الحق؟ توراة إنجيل قرآن قريت كل الكتب السماوية كل الكتب كلها دروز ما خلت شي بدي أعرف أنا مين معه الحق عفوا شيخ خضر بفترة اللي كنت فيها مسيحي كنت مقتنع بالديانة المسيحية أكيد ما هو بعدها عم بتقلي طب ليه كنت عم تبحث عن الحق طالما أنت عندك هيدا الشي ما هو عمل للشوق وأنا كنت بدي رده يعني أنا كنت عم بشتغل على أني أنا رده لتجيبه لتجيبه أكيد فصار ينكشف قدامي كل الحقائق وبالنهاية الله واحد ولازم يكون دينه واحد بقلب الأرض مستحيل لأنه إذا اليهود على حق يعني المسيحي والمسلمين على النار وإذا المسيحية على حق يعني اليهود والمسلمين على النار وإذا المسلمين على حق يعني اليهود والمسيحية على النار لأنه ما فيه شيء كلمين على دينه الله يعينه هيدا العالم اختلعته لأنه المسيح عليه السلام لما أجل عنده اليهود قالوا له عننا التوراة وعننا موسى قال لهم من لم يكن معي فهو عليه ومن لم يجمع معي فهو يفرر طب لماذا اخترت الإسلام؟ إذا أنت عم بتقلي ولدين من هالجلات الغديان يمثل كل الحقيقة لأنه مسيحي سيدي المسيح عليه السلام هو اللي اختار الإسلام كيف قال لك اختار الإسلام؟ المسيح عليه السلام لما يعمل معجزة أحياء الموتى ويتطلع على السماء ويقول له شكرا أيها لأب أنك استجبت لي ولما كل اللي حواليه يمجده الله يقوله يقوله بعث فينا نبي وافتقد الله شعبه لما يجي لعند المسيح الكاتب اليهودي ويقول له يا أيها المعلم ما هي الوصية الأولى في الوصايا كلها اللي بتدخلك الجنة يقول اسمعوا يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فأحب الرب إلهك من كل قلبك وكل عقلك وكل ذهنك وكل قوتك وأحب قريبك أحبك لنفسك ولا أعظم من هتين الوصيتين بيقول له الكاتب أحسنت يا أيها المعلم أنك قلت أنه الأحد وليس من دونه آخر بس شو بيقوله المسيح يخرشي عليه السلام فلما رأاه يسوع أجاب بفطنة بذكاء قال له لست بعيدا عن ملكوت الله لأنه عرف أنه الأحد وليس من دونه آخر إذن شو اللي بدنا نقوله؟ اللي بدنا نقوله أنه إجا الإسلام يقول قل هو الله أحد وإجا المسيح يقول الله أحد وإجا موسى يقول الله أحد فالله واحد سبحانه وتعالى ولكن عند المسيحي المسيح هو هو الله المتجسد الظاهر بالجسد المقدس وهو الإله هو الرب هيدا إم تأجد مدام رابعة؟ بعد 325 سنة من صعود المسيح إلى السماء بالقانون النقاوة في سطنطينة بس لليوم المسيح يقول المسيح هو الرب هو الإله هو الإله هو الله المتجسد الظاهر بالجسد الإسلام يعني لا يعترف عيسى المسيح هو نبي عليه السلام نعم هو رسول من قولي العزن والمقربين إلى الله وأصلا بتسدق مدام إذا من من اللي بقول بالمسيحية نعم أنه المسيح هو الإله مشرك؟ أكيد طبعا أكيد طبعا مشرك ما المسيح عليه السلام ما أجي يقول لهم أنا الله عبدوني أنا والله من برنامجك بتحدى من برنامجك نعم بتحدى كل الأحباب وكل الأصحاب وكل المسيحيين مع محبتي واحترامي لكل خوارنا يجب لي حدا بس يجب لي بس حدا أنه المسيح عليه السلام مثل ما قال لما قالت له مريم المجدلية ألا لا تلمسيني بقى لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم وإله وإلهكم ولما قال الوصية الأولى بالوصية كلها الرب إلهنا إذن أخوتك أهلك الناس التعرفة الصبايا اللي بيؤمنوا أنه المسيح هو الإله نعم شو ما صيرهم؟ أي إنسان بيرجع إلى الله بيوم القيامة بتريدي مدام رابعة بتريدي حدا يشاركك ببيتك وبزوجك وبحياتك الخاصة يجي حدا يقول لك ابنك مثلا تلاقيه قاعد بحضن وحدة وعن بيقول لها يا ماما شو بتعمل فيه؟ فالله تبارك وتعالى قال له للعالم أنا فاتح لكم باب التوبة والرحمة